طالب المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان بتحرك دولي فوري للتحقيق في الجرائم المرتبطة بوجود مئات المقابر الجماعية والعشوائية في قطاع غزة والتي تضم جثامين آلاف الضحايا الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي وقال المرصد الأورو متوسطي إن حجم المقابر وعدد الجثامين التي تم انتشالها والتي ما تزال لم تنتشل بعد مفزع ويستوجب تحركا دوليا عاجلا يشمل تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على نحو عاجل للتحقيق في ظروف إقامة هذه المقابر وملابسات مقتل الضحايا الذين دفنوا فيها وأشار المرصد لوجود دلائل حول تعرض العديد منهم للقتل العمد والإعدامات التعصفية والخارجة عن نطاق القضاء بشكل مباشر وهم معتقلون ومقيدوا الأيدي ننضم إلينا عبر الإنترنت من كوبنهاجن محمد شحادة مسؤول البرامج والاتصال بالمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أهلا وسهلا بك سيد محمد إذن نسمع منك ما أبرز ما كشفتم عنه في ملف المقابر الجماعية في قطاع غزة وبداية وثقنا في المرصد أكثر من 130 مقبرة جماعية وعشوائية حول قطاع غزة معظم هذه المقابر أنشأت من قبل العائلات أو الجهات الحكومية المحلية كنوع من الارتجال في أجواء الحرب بسبب القصف العشوائي أو تكثيف إطلاق النار تجاه المواطنين فهي يعني تعتبر إنها خطوة يائسة من المواطنين لحفظ جثث أقاربهم أو الجثث الذي لم يتم التعرف عليها لكن هناك مقابر على وجه التحديد هي الأكثر إفزاعة وإقلاقا لنا كفريق المرصد والمقابر التي أنشأها الجيش الإسرائيلي لأنها تدلل هنا على كمية كبيرة من الشواهد على جرائم حرب بشكل متسلسل ما يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية يعني هنا نتحدث عن ضحايا تم إعدامهم ميدانيا أو ضحايا قتلوا نتيجة منع العلاج الطبي عنهم في المستشفيات أو الحصار والتجويع في تلك المستشفيات أو ضحايا خضعوا للتعذيب وبعض الجثث عليها علامات قد تدلل على أنهم ربما دفنوا أحياء وهم على قيد الحياة لذلك عندنا هنا سلسلة من الجرائم المختلفة ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية أما الجريمة الأخرى فهي أسلوب التعامل مع الضحايا أنفسهم دفنهم بهذه الطريقة في مقبرة جامعية ومحاولة إخفاء جريمة بهذا الحجم فيها انتهاك واضح لميثاق جنيف أو اتفاقية جنيف الرابعة من حيث حفظ كرامة الموتى وتوثيق هوية الموتى لتسهيل تعرف عائلاتهم ودويهم عليهم الآن نرى في غزة يوميا طوابير للخبز وطوابير للماء الطوابير الأخيرة هي طوابير للتعرف على الأقارب والأهالي والأحبة يعني أصبحت بنفس حجم طوابير الاستفاف في انتظار المساعدات الأهالي ينتظرون يوميا أمام مستشفى الشفاء ومستشفى ناصر في خنيونس أملا وتعلقا بأمل العثور على الضحايا أو التعرف على ذويهم الذين دفنوا في هذه المقابر أسلوب الدفن نفسه في بعض الأحيان دفن الضحايا على عمق ثلاثة مترات وأكثر كان الهدف منه هو المساهمة في تسريع تحلل الجثث ما يجعل التعرف عليها أمرا شدة في الصعوبة بعض الجثث قامت الجرافات أو المركبات العسكرية والدبابات بالسير فوقها مما أدى لتجزؤها لأشلاء بعضهم تحولوا لأشلاء بسبب القسف سواء من الدبابات أو من الطائرات الإسرائيلية ما يجعل التعرف عليهم أمرا شبه مستحيل لذلك نحن نتحدث الآن عن عشرات الضحايا الذين عجزت الأسر والسلطات المحلية في التعرف على هوياتهم حتى اللحظة إذن هنفع منك سيد محمد شحادة بأنهم من وجهة نظر حقوقية بعين حقوقية أنتم صنفتم الجرائم المقابر الجماعية إلى قسمين دفنهم بهذه الطريقة وأيضا مرتكب بحق الأصحاب الجثث قبل دفنهم للضبط هنا نتحدث عن قسمين من الجرائم ضد الإنسانية بناء مقابر جماعية بشكل متسلسل يتجاوز جريمة حرب ويصبح جريمة ضد الإنسانية هذه درجة أعلى في القانون الدولي من الجرائم الأكثر فضاعة والأسلوب الذي قتل بها هؤلاء الضحايا سواء بالإعدامات الميدانية أو بالحرمان من الطعام والعلاج والشرب والتجويع والحصار حتى الموت أو ماتوا نتيجة للتعذيب أو ربما بعضهم دفن وهم أحياء هذه كلها عندما تقع الجريمة بشكل متسلسل ترقى لجريمة ضد الإنسانية مرة أخرى فالقبور الجماعية في هذه الحالة هي شاهد على مجموعة كبيرة من الجرائم قبل وفاة هؤلاء الضحايا وما بعدها وتستر إسرائيل على هذه المقابر وعدم إختار أي سلطات محلية بها وعلاوة على ذلك سرقت بعض الجثث من هذه المقابر ونبش القبور في غزة وتدمير القبور سرقت واستلاء على بعض الجثث دون أي إحصائيات أو تصوير أو توثيق لهوية أولاد الضحايا ومن ثم إرجاعهم للسلطات المحلية وإرجاع بعضهم في أكياس زرقاء وسوداء جثث متحللة أيضا دون أي توثيق هذه في حد ذاتها جريمة ضد الإنسانية لأنها تحدث بشكل متسلسل جريمة من ناحية عدم احترام حرمانية الموتى ومن ناحية الإهدار العمد في عدم توثيق هوية المتوفى أو القتيل أو الضحية وبالتالي عند تسليمه للسلطات المحلية يصبح من المستحيل التعرف على الضحية سيد محمد إذا ما أردنا أن نتحدث بشيء من التفصيل حول النقطة معينة وفق ما عينته وشهدته في رقكم الميدانية أثناء انتشال الجثث في هذه المقابر ما الذي عزز لديكم فكرة بأن إسرائيل قامت بدفن أصحاب الجثث وهم أحياء وأنهم سرقوا أعضاء من هذه الجثث هو في حال أسلوب دفن الجثث بعض الجثث رأينا عليها أنها مكبلة الأيدي والأرجل وبعضهم عندما تم إخراجهم من المقابر الجماعية كانوا في وضعية صراخ أفواههم مفتوحة ما يدلل على أنها ربما الضحية كان في هذه اللحظة يدفن وهو حي بعضهم لم توجد عليه أي علامات للوفاء سواء دماء أو إصابات بالرصاص أو غيرها ما يدلل أنه ربما قد دفن على قيد الحياة هذه اللي حتى الآن دلالات وشواهد نستعين بها لقول بأنه ربما تم دفنهم ومعلى قيد الحياة واجب التحقيق أكثر يجب على إسرائيل أن تسمح لجاة مستقلة التحقيق في هذه المسألة أما الأمر الآخر بالنسبة للجثث التي ظهرت عليها علامات تفيد بالتلاعب بها أو تشويه والتمثيل بالضحية فبعض الجثث ظهرت عليها مثلا في مستشفى ناصر في خنيونس بعض الجثث ظهرت عليها أنه تم إجراء فتحة في جسد الضحية بمساحة كبيرة ومن ثم تم تدبيسها بدبابيس حديدية وهو أسلوب غير متبع في القطاع الصحي المحلي ما يرفع أيضا مرة أخرى تساؤلات حول ما الذي حدث بالضبط لهذه الضحية ليستوجب إجراء هذه الفتحة الجراحية بهذا الحجم ومن ثم تدبيسه على عجالة ومحاولة إخفاء الجثث بعض الجثث كانت مكبلة الأيدي وبعضها مكبلة الأيدي والأرجل بأربطة قماشية أو أربطة بلاستيكية أو حتى بشريط لاصق داكتيب وهنا رأينا جثث في مستشفى ناصر توفيت نتيجة إطلاق النار برصاصة واحدة على الرأس لكل من الجثث التي تم توثيقها إذن حتى في مستشفى الشفاء كان لدينا أدلة بما لا يدع مجل الشك أن بعض الضحايا قد تم إعدامهم ميدانيا نتيجة لشهادة الشهود في هذه المنطقة شهادات موثقة من عدة مصادر والدلائل التي ظهرت على الضحايا عند استخراج جثثهم يجب أن نبقي في الحسبان أن إسرائيل تجعل مهمة استخراج جثث الضحايا أمر شبه مستحيل تماما لأن الوقود نافذ بشكل شبه كامل من قطاع غزة لذلك طواقم الدفاع المدني أعملها بطيء ويتم إعاقته بشكل كبير لا يمكنهم استخدام الجرافات بشكل متواصل جرافة واحدة تستخدم لكل مستشفى ويضطرون لنبش القبور أو لنبش هذه القبور الجماعية والبحث عن الجثث بأيديهم العارية وبأدوات بسيطة وبدائية أيضا تحت خطر تعرضهم للقصف في أي لحظة ما يدفعهم بين الحين والآخر لإخلاء الموقع نظرا للخطر وكثافة الطائرات الإسرائيلية التي تحلق فوق رؤوسهم لذلك العملية تسير ببطء شديد ونعتقد أن هناك العديد من الضحايا الذين لم يتم انتشالهم بعد أمام كل هذه الفضائع التي تتحدث عنها دعوتم إلى تحقيق دولي هل تتوقعون صدا لهذه الدعوة؟ نحن المحكمة العدل الدولية طالبت إسرائيل في الإجراءات الموقعة في شهر يناير بحفظ الأدلة وعدم إتلاف الأدلة هذه كانت من أهم الإجراءات الموقعة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية لأنه يجب على إسرائيل إدخال فرق تحقيق مستقلة دولية لقطاع غزة وعرقلت هذه الفرق يعتبر مخالفة للأوامر الصحيحة لمحكمة العدل الدولية نحن لا نتوقع من إسرائيل أن تتعاون مع أي من لجان التحقيق تلك أثناء وقوع الحرب واستمرارها ولكن نتوقع فيما بعد الحرب أن تساهل على سبيل مثال السلطات المصرية دخول لجان التحقيق لقطاع غزة يعني في هذه اللحظة أي لجان دولية تحاول الدخول يقال لها من إسرائيل بأن الوضع لا يسمح لذلك لأنها منطقة صراع نشطة لكن فيما بعد انتهاء الحرب يمكن إدخال هذه اللجان وتوثيق هذه الجرائم بشكل دقيق لكن ما نحاول فعله حتى اللحظة هو المحافظة على الأدلة بالقدر الذي نستطيع عليه تصوير كل جثة على حدة تصوير مقاطع فيديو كاملة لعملية استخراج الجثة وتوثيق شهادات مع عائلات الضحايا والسلطات المحلية لأن كل ذلك يمكن تقديمه للجان الدولية كدليل على جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية التي تم ارتكابها في تلك المقابل الجماعية سيد محمد أجحادي أنت دعوتم إلى تحقيق تقول بأن إسرائيل لن تتعاون لكن بموجب القانون الدولي من هي الجهة المخولة أن تتولى موضوع التحقيق وأن تضغط كذلك على إسرائيل من أجل المساءلة؟ لدينا الآن جهتان جهة محكمة العدل الدولية التي قامت بإصدار بالفعل أو الأوامر المؤقتة لإسرائيل أو الأوامر المبدئية بحفظ الأدلة وعدم إتلاف الأدلة والسماح للجان التحقيق بالوصول لهذا المكان سلطة محكمة العدل الدولية تنتقل بالتالي لمجلس الأمن لمناقشة أي خطوات عملية على الأرض أو تطبيق هذه القرارات لكن لدينا في نفس الوقت محكمة الجنايات الدولية في لهاي التي يخشى مسؤولون إسرائيليون في هذه اللحظة يعني هناك أخبار من إسرائيل نفسها قناة 12 الإسرائيلية قالت بأن الحكومة الإسرائيلية تخشى من أن محكمة الجنايات الدولية بصدد إصدار مذكرات اعتقال ضد مسائيل إسرائيليين كبار المستوى وكانت التخمينات الإسرائيلية بأن هؤلاء المسائيل من ضمنهم نتنياهو شخصياً ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش لأن الفارق بين محكمة العدل ومحكمة الجنايات محكمة العدل تختص بالخلافات بين الدول على مستوى دولة وأخرى أما محكمة الجنايات تستطيع ملاحقة أفراد بأعينهم يعني تستطيع إدانة نتنياهو ويو أف جالنت وهيرتسي هاليفي كأشخاص والقيادات الميدانية في جيش الإسرائيلي في قطاع غزة المسبب بذلك لذلك هي لديها القدرة على إرسال طواقم للتحقيق في غزة هناك أيضاً تحقيق نشط لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جينيف لديهم اللجنة الدائمة للتحقيق في الجرائم التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل إسرائيل نفسها وهناك أيضاً تحقيقات يمكن إجراءها من قبل الأمم المتحدة أو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وهذا ما نحاول الحث عليه والسعي لتطبيقه نعم من كوبينهاجن محمد شحادة مسؤول البرامج والاتصال بالمرصد الأيرو المتوسطي لحقوق الإنسان شكراً جزيلاً لوجودك معنا